في البرنامج نفسه أشارت الكاتبة السياسية سوسان الشاعر إلى ما أوردته العديد من التقارير الاستخبارية بشأن وجود أزمة داخل بيت الحكم القطري مؤكدة أن حمد من خليفة هو من يتسيد مشهد الحكم في الدوحة الجديد الآن موظفين صغار اثنين من الفيدرالية الأمريكية يلسون مع النائب في البنك المركزي في قطر أي عشرة ريال طالعة من قطر لازمهم يشاهدونها يشاهدونها هذه أي سيادة انتهت السيادة الآن نتمنى أن الأمير تاميم يأخذ زمام المبادرة وينهي هذه العملية التي تورط فيها نتيجة أرث ورثة من أبو كنا نأمل أن التغيير في الحكم يكون تغيير فعلي بالفعل وهذا الذي كان تعمل التعهد فيه ولكن يبدو أن الأمير الوالد ما زال هو المسيطر ترجمة نانسي قنقر